نقدم لكم بيت الخلم لمنزل شهد بثقة وأحلام صنعت من حديد بتنفيذ جندال بانثر تحت إدارة جندال شديد أهلا وسهلا بكم مستمعين الأحبة ما زلنا متواصلين معاكم في حديثنا عن حديد التسليح وينضم لي مباشرة في الاستوديو لأستاذ علي بن اهلال المقبال أخصائي تسويق ومبيعات في شركة جندال شديد للحديد والصلب أهلا وسهلا بك أستاذ علي أهلا سهلا جمعنا يا مرحبا بك حياك الله إذن نتحدث اليوم عن حديد التسليح وكسؤال استفتاحي ممكن نتعرف على الفرق بين حديد التسليح المصنوع من الحديد المعاد تدويره والمصنوع من خام وأيهم أفضل الإجابة هي في نفس السؤال طبعا المصنوع من موض الخام أي شيء أي كان هو الأفضل دائما فالحديد التسليح المصنوع من الحديد المعاد تدويره ما ينصح فيه الجودة مش جيدة دائما لأنه هناك فيه شوائب يعني حديد استخدم في سيارات أو استخدم في مباني أو استخدم في أشياء أخرى سابقا وتم عادة تدويره أو ما تعرف كم مرة تم عادة تدويره مرة ومرتين فهناك راح توجد فيه شوائب فأنت كمصنع لما تجي تنطق هذا الحديد وتعيد تشكيله لأن الحديد أول شيء يصنع في ما يسمى اللي هو القضبان الحديد سواء كانت المربعة أو الدائرية فلما تجي تعيد تشكيله للحديد التسليح ما يكون هو نفس الجودة اللي أنت تباها أو أنت تعتمدها على الأساس اللي تبنى فيه البيت فدائما هو الأفضل أي شيء تصنعها يكون من البداية من المواد الخام فلما تجي تصنع حديد التسليح من البداية إلى النهاية من المواد الخام اللي أخذيتها من بداية تصنيعة هناك أنت تقدر تقول أنك خذيت شيء مطمئن أنه ذو جودة جداً جداً ممتازة ممتاز طيب هل ممكن أيضاً نتعرف على معامل الدرفلة الأساسية والثانوية وإيش المقصود عموماً بالدرفلة هو معامل الدرفلة من نفس الإجابة السابقة لما ذكرت يتم عادة تشكيله فالقضبان المربعة والدائرية أو الحديد اللي هو مثل ما يقف المربعة والدائرية يتم عادة تشكيله بعدما يتم تصنيعه بحسب المعايير اللي بتحتاجها المنطقة مثلاً في عمان لدينا معايير للحديد لا يستخدم في عمان وهذه لها شهايد شهايد جودة نافست فيها شركة جندال شديد حتى أخذت هذا الشهايد وتم اعتمادها فالكيميا المصنعة في القضبان من البداية تكون مبنية بحسب هذا المعايير اللي تتناسب مع البيئة اللي موجودة في عمان البيئة الرطبة والبيئة الحارة بدل ما نستورد حديد من الخارج من شركات أخرى هذا حديد منتج هنا في عمان منتج عماني ومنتج بحسب البيئة العماني البيئة العمانية يعتكي الاستدامة الحديد يستمر معك فالمصانع أو معامل الدرفلة الأولية اللي يمتز فيها كل هذه العمليات التي ذكرتها من البداية الى النهاية تتم في معامل درفلة الأولية بهماما الثانوية إيش اللي قلتنا لما تجيب حديد منشركات أخرى فهذا مبني عليه هي معامل الدرفلة الثانوية هذا الحديد يجيب من شركات أخرى ومن شركات خارجية وبيتم عادة تشكيله في معامل الدرفلة الثانوية فهنا أيضا بنرجع لنفس الإجابة الأولى الجودة أنت ما سويت شيء مبني على البيئة اللي موجودة عندك في عمان البيئة الرطبة والبيئة الحارة فلما تعيد تشكيله ما بيكون عندك الجودة اللي أنت تباها تبني فيها هنا المشاريع سواء كانت المنازل سواء كانت أي أن كان نوع هذا المشاريع العملاقة التي تبني فيها تستخدم فيها هذه المادة الأساسية ممتاز طيب لوينا نحط نسبة مئوية لمدى أهمية الجودة اللي نستخدمها في حديد التسليح عن كم مثلا نقدر نتكلم أستاذ علي عشان نقدر نحدد مدى أهمية وجودة أيضا المواد اللي تم استخدامها في حديد التسليح هنا لما تأخذ المواد الخام بترجع الجودة على المادة الخام لما بيكون حديدك ما مع التدويره جاء بنا من مواد الخام على سبيل المثال عالية تقدر بيمكن 98% أو أكثر أو أقل أيضا هناك مواد أخرى ما يحب تواجدها في الحديد مثل الفسفور وغيرها من المواد فأنت تقدر تتحكم فيها لما تجي تصنع هذه المواد الخام فتقدر تتحكم فيها تنتزع هذه المادة أو تضيف هذه المادة عساس تعطيك جودة أكبر وتوصل للجودة الفولاد والصلب اللي أنت تبعث 98% أو أكثر أو أقل ممتاز طيب بما أنكم في جندال شديد سدعالي تركزوا على الجودة إيش اللي يميزكم عن الشركات المنافسة الحمد لله هي بناء على الأسئلة السابقة عدنا معامل الدرفلة الأولية إحنا فمثل ما ذكرت سابقا إحنا الحديد مالنا نصنعه من البداية المواد الخام نجيبه من الأرض فعدنا ثلاث مصانع عدنا مصنع DRI وعدنا مصنع SMS وعدنا المصنع اللي هو رولنج ميل هذه المصانع كلها مكملات لبعضها البعض اللي يميزنا على المصانع الأخرى تفتقل لوجود هذه الثلاث مصانع يمكن يكون عندها مصنعين يمكن يكون عندها مصنع الأخير اللي هو مصنع للتشكيلة أو اللي هو الدرفلة فإحنا بنجيب المادة الخام في المصنع الأول فبنصنع الحديد في هذا المصنع بننتجه وبينتقل للمصنع الثاني اللي هو ستيل ميلتنج شوب اللي اسم اس فبيتم هناك عادة تكوين الصلب بالدرقة وبالمعايير اللي ذكرتها لك سابقا بحسب الشهادات اللي نباها وبحسب اللي طالبنا الزبون منها فهناك بنضيف المواد الكيميائية اللي بيحتاجها هذا المعيار طيب مرورا بكل هذه العمليات الإنتاج والمراحل هل يخضع الحديد لمعالجة معينة أثناء فترة التصنيع لرفع جودته؟ هي العملية اللي ذكرتها الحين وممكن أفصل فيها مثلا عندنا اللي هو المواد الخام اللي ذكرتها بعد ما يتم تصنعها في مصنع الأول ينتقلنا اللي هو المادة اللي يسمى الحديد السفنجي المقولب بعد ما ينتزع منه الأكسجين فيكون من الداخل كأنه حاجة سفنجية فعشان كده خضل اسم والا الحديد السفنجي المقولب ومن ثم ينتقل إلى الاسمس هناك في عدنا أفران أفران اللي هي في واحد منهم يسمى فرن القوس الكهربائي فرن القوس الكهربائي هذا عساس يصلك الحديد الحديد يحتاج درجات عالية من الحرارة ليتم صهره ففي فرن القوس الكهربائي تنزل نفس الصواعق وطبعا في بيئة محمية وفي بيئة معزولة عن البشر للحماية وللأمان فهناك تتم عملية صهر الحديد ويتم عملية انتزاع الشوائب والأشياء الضارة بالحديد إلا ممكن تضعف جودة الحديد لما أنت تضعف في هذا البناء فأنت تبحث عن شيء قوي وشيء مرن وشيء يتم عندك لفترة طويلة طيب أثناء التعامل مع الحديد في مرحلة البناء هل هناك مثلا معايير معينة للدقة يجب أنه أو ينصح باتخاذها؟ في موقع البناء من خلال تواجدنا في المعارض من خلال تواجدنا واحتكاكنا في السوق مع الزبائن دائما قد ما يكون نشتكه من اللي هو عامل الصدع وهذا الخطأ قد يكون من العمال الموجودة في موقع البناء إذا ما كانوا منتبهين بطريقة تحفظ الحديد لازم يكون فيه مسافة ما بين الحديد وما بين الأرض حتى ما يكون فيه تلامس ويكون هناك فيه رطوبة لحديد التسليح وبالتالي عامل التعريف تؤثر عليه أيضا يتم تغطيتها تاز أشكرك السيد علي توضيع هذه النقاط للمستمعين وإذا فيه شيء تحب ضيفة في نهاية الحوار تفضل قزاش الله خير أشكرش على هذه الاستضافة الطيبة وفي الحقيقة أتوقع أن نغطينا الكثير من النقاط دائما الأشخاص المهتمين في بناء بيوتهم أنهم يسألوا عن أهم النقاط ليش نختارحنا هذا الحديد وشو ما يميز هذا الحديد عن الآخر أشكر لك على قبول الدعوة لأستاذ علي بن هلال المقبال لأخصائي تسويق ومبيعات في شركة جندال شديد للحديد والصلب شكرا لك جزيلا شكرا يأتيكم بيت الحلم بتنفيذ جندال بانثر وتحت إدارة جندال شديد